يكاد لا يمر يوم على أهالي المناطق المحتلة شمال سوريا دون أن يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات من قبل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية التي ترتكب جرائمها في غياب أي نوع من العقاب أو المساءلة المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن عناصر من استخبارات الاحتلال التركي رفقتا عناصر من الفصائل الإرهابية داهموا عددا من المنازل في قرية تلسلور ونحية جنديرس بيريف عفرين واختطفوا مدنيين اثنين وعلى صعيد المتصل اختطف عناصر مما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي خلال الأيام القليلة الماضية مواطنا من أهالي مدينة الباب بريف حلب الشرقي من مكان عمله في حي الأشرفية بمدينة عفرين فيما أفرجت الفصائل الإرهابية عن مواطن من أهالي قرية كوركا فوقاني التابعة لنحية معبطلي وذلك بعد دفعه فدية مالية قدرها 300 دولار أمريكي وفي سياق الانتهاكات أقدم عنصر من فصيل السلطان مراد الإرهابي على بيع منزل وسط مدينة عفرين بمبلغ 2000 دولار أمريكي تعود ملكيته إلى أحد المهجرين قسرا من المدينة بالتزامن مع بيع منزل آخر في حي الأشرفية يعود لمواطن من أهالي قرية كوركا التابعة لنحية شرام بريف عفرين بمبلغ وقدره 1400 دولار أمريكي إلى ذلك رفض أحد عناصر الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي الخروج من منزل أحد المواطنين العائدين من الخارج إلى مدينة عفرين كان قد استولى عليه في وقت سابق مضطر صاحب المنزل إلى النوم في العراء لعدم وجود مأوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر